مرين معكم لأن التغطية هنا تغطية خاصة وتغطية حصرية لبعث التفريق الناجي الآن هناك العديد والعديد من اللقاءات لكن معي في هذه اللحظات الأستاذ إبراهيم سرور عدو مجلس إدارة سابق بين نادي الفجيرة الإماراتي برحب بيك في البداية والأستاذ حمد الجاسم برحب أحمد الجاسم برحب بيك في البداية وأولاً يعني إحنا صعداء بوجودنا هنا في إمارة الفجيرة بالإمارات وبالتأكيد استيبال كان أقصر من رائع بنشكركم عليه ودائماً كده العلاقات المصرية الإماراتية من خلال الأندية الرياضية الأهلي والفجيرة وكمية الأندية الإماراتية والمصرية بتعمل توديد العلاقات بين الشعبين وده الهدف المسمو من الرياضة بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على الاستضافة نتمنى لكم إقامة سعيدة في الإمارات وخاصة الإمارات الفجيرة نحن نرحب عندي مصر كلها وخاصة النادي الأهلي طبعاً هذه أول زيارة النادي الأهلي هاي ثاني زيارة الزيارة الأولى كانت سنة 98 في مهرجان اعتزال ناصر علي حارس مرمالك جيرة كان مدير الكرة في نادي الأهلي ثابت البطل الله يرحمه ومنجومه حسام حسن وابراهيم حسن والمجموعة هذه كلها موجودة كانت في المباراة هذه سيد أحمد الكاسم برضو عايز عرفت عليه حضرتك على الزيارة ومواجهة الأهلي في هذه المباراة والله وسلام عليكم بسم الله الرحيم والشيء أول شي لنا الفخر والشرف من نادي الأهلي يزور نادي الفجيرة على أرضه وإن شاء الله عني هذا يمشى والمرة تكون إن شاء الله ونادي الأهلي ما شاء الله سمعته على الكوس اللي عنده ما شاء الله يعني سمعتكم دوم سابقة لكم وإن شاء الله تقدموا الشيء هنا شيء رائع إن شاء الله ستحفل فيه إن شاء الله يا رب المباراة بتحزب شعبك كبيرة هنا في الفجيرة في تزاكر المباراة والأستاذ أعتقد بإذن الله يكون ممتلعا آخر إن شاء الله بيكون ممتلعا ونبارك لكم على الدوري الأربعين إن شاء الله وأتمنى لكم المزيد إن شاء الله سمعت إن شعبية الآلة هنا في الفجيرة تحديدا شعبية جريفة لأن نادي الفجيرة أول نادي سميها بأهل الفجيرة كثل إمراض نعم كان أول نادي سمى نادي الأهلي الفجيرة ومن بعدها تغير إلى نادي الفجيرة لأن عدل لندية يكون فيها نادي الأهلي نادي أهلي الفجيرة ونادي أهلي دبي تغير إلى في 2007 تغير النادي إلى اسم الفجيرة كلمة خيرة أول شيء بنورينا وإن شاء الله نشوفكم يعني هي بلدكم الثانية هذه ونشوفكم إن شاء الله المرات الجاية اللي فيها المهرجانات ومن دون المهرجانات فستمتعوا إن شاء الله معنا في حفل اللي هو الخمسين سنة المرور لنادي الفجيرة إن شاء الله وفي احتفالات إن شاء الله هي يعني هتكون يوم الثلاثة إن شاء الله بحضور الناس من الفنانين والتامر حسني عندكم فنان عيضاً من هالي حيكون وديانا حداد نعم وتامر حسني في النافية وعلى دمان ضيوف إن شاء الله حيكون وإنتم نورينا أنا بشكرك شكراً قزيراً والإمارات قلب واحد أنا بشكرك شكراً قزيراً وإن شاء الله نحتفل بالماءوية بإذن لك أمال نادي الفجيرة إن شاء الله نتمنى لكم إقامة صعيدة إن شاء الله أنا بشكر لأستاذ إبراهيم سرور ولأستاذ أحمد الجاسم طبعاً بالتأكيد الأهلي وشعب بيوت الجاريفة هنا في الإمارات وتحديداً في الفجيرة حاجة تخليك تشعر بالفخر يا محمد حاجة جميلة جداً لكن في نفس الوقت وأنا بتكلم على بحثة فريق النادي الآلي 15 اللاعب يؤدي تدريب الأساسي دلوقتي في ملعب المباراة هناك غداً بإذن الله ترتبات الاستعداد للمباراة غداً هناك تدريب الساعة أربعة أولاً في مؤتمر صحفي مهم جداً هيحضروا ماردونا المدير الفني لفريق الفجيرة وأحد دلعبي أو كابتن فريق الفجيرة ومعه أيضاً كمان الكابتن حسام البدري بإذن الله يعني يصل بكرة إن شاء الله باكر ويكون موجود كمدير فني أو إذا يعني تعذر وصوله في الصباح ويكون موجود في المساعي يكون موجود الكابتن أحمد أيوب يعني بإذن الله يكون موجود المدير الفني ومعه أيضاً الكابتن حسام غالي هيكون مؤتمر صحفي موسع جدا الساعة أربعة ونص بإذن الله بتوقيت الإمارات اثنين ونص زهرا بتوقيت القاهرة هيكون استعداد للمباراة ثم تدريب لفريق الفجيرة ثم تدريب بعدها مباشرة لفريق النادي الأهلي ثم البرنامج الرئيسي بقى يوم المباراة بإذن الله إن شاء الله عملنا لقاءات معاكم على الطيارة هتشوفوا أخبار كتيرة هتشوفوا لقاءات كتيرة حديث حصرية كلام مهم جدا لعمر السلية كلام مهم جدا لعلي لطفي وهشام محمد فيه كواليس وفيه أحسيس لعدد من اللاعبين في مشوارهم المحلي خلال هذا الموسم والاستعداد للبطولة الأفريقية قدر الإمكان أن نلكو الحدث بالنسبة لبعثة فريق النادي الأهلي صوت وصورة من أول ما ركبنا الطيارة حتى وموصلنا لإستاذ نادي الفجيرة سعيدا لهذه المباراة الجهاز الفني بيستعد لهذه المباراة استعداد جدا معنا اثنين من اللاعبين الصعيدين من قطاع الناشئين الجهاز الفني بيعولوا علوم بشكل جيد جدا في هذه المباراة كريم يحيى موليد 98 واللي بيشارك مع فريق 97 موجود النهاردة معنا في خط الدفاع معنا أيضا كمان رمضان مصطفى يمكن حارس ساعد موجود النهاردة مع فريق النادي الأهلي متواجد مع علو لطفي خاصة كمان صابت شريف إكرامي تعذرت بالتأكيد استحابه وتواجده مع بعثة فريق النادي الأهلي جمه هنا ما بيسألش غير سؤال واحد بس التشيرت الجديد لفريق النادي الأهلي في حالة مفاجأة لكل المستنى الشكل الجديد لتشيرت النادي الأهلي وبالتأكيد تصويقه وظهوره من خلال مباراة النهاردة هناك في الإمارات ده حدث رياضي الناس هناك بتستقبله بشكل كويس وفي نفس الوقت إذا ألقت ضوء بيلقت ضوء على فريق الناس بتستنى منه أن التشيرت بتاعه بياخد أعلى مبيعات في منطقة الخليجة العربية وده حاجة إيجابية بتباين أن النادي الأهلي بيشتغل مش على المستوى الفني وكرة القدم بس لا ده بيشتغل كمان على المستوى الإدارة وعلى المستوى التصويقي هذا الملعب بيسعى لحوالي عشر تلاف متفرج أرضية الملعب بصراحة متميزة جهيلة جدا 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 زي ما احنا شايفين كمان نادي الفجيرة يمكن بيرتدي التشيرت الأحمر وشكل اللي استاد المدرجات باللون الأحمر فبالتالي يوم المباراة هيكون اللون الأحمر بيكتس في هذا الملعب سواء ارتداء فريق الفجير أو حتى نزول فريق النادي الأهلي ويتحدد غدا بإذن الله الأهلي هيرتدي هالي التشيرت الأساسي أو التشيرت الاحتياطي أو التشيرت الثالث لأن الأهلي دلوقتي عنده ثلاث تشيرتات بالنسبة له في مباراة قرة القدم دي الصورة يا محمد قدر الإمكان وإن شاء الله بإذن الله نشوف احتفالية ونشوف كواليس ونشوف مباراة جيدة جدا طليق باسم فريق النادي الأهلي وأيضا نادي الفجيرة ومعهم النهاردة في احتفالية اليوبيلي الزهبي مرور خمسين سنة على إنشاء هذا النادي والشيء اللي يحسب لهم بالتأكيد أنهما كان من إمكان أنهما بالتأكيد من خلال عروض كتير أن يكون فيه عدد من العروض لبعض الأندية الأوروبية الكبيرة لكن هما شافوا أن النادي الأهلي أكبر من كل ده وجوده هنا معهم في الإمارات ده حاجة مميزة بالتأكيد ده حاجة بتساعدنا لكن إن شاء الله نشوف يوم مميز جدا لفريق النادي الأهلي بإذن الله بعد غد في مباراته هنا على استاد نادي الفجيرة إليك الكلمة محمد شكرا